على التوب نيوز بسرعة عندنا كده أخبار سريعة نهارده منتخب مصر يمكن تراجع في التصنيف العالمي تصنيف الفيفا تراجع ثلاث مراكز بعد ما كنا في التصنيف الثلاثين بقينا في التصنيف الثلاثة وثلاثين وقضانكم على الشاشة طبعا ترتيب منتخب مصر بعد ما بلغ 1513 نقط ليه تراجعنا ثلاث مراكز؟ لأن احنا تعادلنا في آخر أجندة دولية مع الرأس الأخضر ومع بتسوانا سواء زهابا في الجولة الخامسة في الرأس الأخضر أو حتى في الجولة السادسة مع بتسوانا هنا في القاهرة التعادل ده مع الفرق الغير مصنفة بيسحب من النقاط بتاعتك وبالتالي منتخبنا دلوقتي يعني رجع للمركز 33 لكن أهم حاجة احنا لسه في الستة الأوائل على المستوى الإفريقي وده مهم جدا نفضل مستمرين فيه لغاية قرأة كاس الأمم اللي هتتلاحف في المغرب ديسمبر 2025 احنا علينا على مستوى إفريقي رقم ثلاثة التصنيف يعني ثالث على مستوى إفريقي فالمهم تفضل على قل في أول ستة عشان لما تتعمل من رسم القرأة تفضل على رأس مجموعة من الستة الأوائل في كاس الأمم في المغرب